موسيقى السلام عليكم معكم الدكتور هلالي رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال من سلسلة فيديوهات الردود على أسئلة المتابعين والمشاهدين ده بنكمل السلسلة والنهاردة بجاوب عن سؤال مهم في موضوع أمراض الزكورة وضعه أخ من الإخوة فخلينا نشوف متابعة لإجابة أسئلة الحبايب من المتابعين والمشاهدين تحت قسم أمراض الزكورة وأحب أذكر هنا أن اللي يحطوا موضوع في أي قسم يتبع الإرشادات الموجودة في رأس الموضوع لأن المعلومات اللي أنت بتضيفها دي مع السؤال بتاعك مهمة جدا عشان نعرف نجاوبك السن والعمر وما إلى ذلك لأن الإجابة أحيانا كتيرا بتتوقف على هذه المعلومات وبتختلف باختلاف هذه الظروف فرجاء نكتبه هذه المعلومات وبرضه أرجو قبل ما تحط السؤال تقرأ تشاهد مجموعة الفيديوهات الخاصة بهذا القسم يعني عشان تعرف المعلومات بشكل كافي وما تكررش الأسئلة وتبقى فاهم وانت بتسأل ففي مجموعة الفيديوهات في كل قسم عن هذا القسم تقرأ وإقرأ في كل قسم المقدمة بتاعته عشان تفهمه هو القسم ده بيتكلم عن إيه ما هي أمراض الزكورة وما هو طب أمراض الزكورة أخونا محمد فوزي أخونا محمد فوزي بيقول إيه السلام عليكم أنا 48 سنة أمارس الرياضة كويس الوزن 81 نسبة الدهون 20% الوزن 82 سيف 82 يعني الوزن بتاعك شوية زيادة المفروض يبقى 70 لكن مش مشكلة قوي يعني مش بعيدة عن الطبيعة بشكل كبير غير متزوج حاليا طبعا المتزوج وغير المتزوج وضعهم مختلف يعني غير متزوج ممكن يعاني من بعض المشاكل اللي مرتبطة بحالته لكن ما بنقدرش نحكم على بعض المشاكل إلا لما يكون الإنسان عنده زوجة مستقرة أو شريكة جنسية فهو بيشكي أشعر بضعف في الانتصاب وعدم انتظام انتصاب النوم يعني ضعف في الانتصاب والانتصاب اللي بيحصل عنده وهو نايم ما بيلاحظوش دايما وبقيت الحاجات كوية سلاء وعاني من أمراض والحمد لله كان في ارتفاع في الكوليسترول ودهون في الكبد وتخلصت منها بالرياضة والنظام الغذائي طيب الحمد لله دي احنا هو شاهد على ان النظام الغذائي والرياضة بيحسن حالته الصحية وبيكمل السؤال قمت مؤخرا بتحليل التستسترون وفيتامين دال وانزامات الكبد والكيلو السكر مرفق صورة منها ارقجوا الافاتة طبعا اهو عشان كده بنقول الكتابة في الموقع افضل لانك انت ممكن تعمل صورة كاتاتشمند نقدر نفهم منها التحليل بتاعتك اخونا بيكتب كتب برضو التحليل مع الارفاق الصورة تستسترون 6 و 11% يعني متوسط هو الطبيعي من 3 ل 11 و كاس ميلي جرام هو كاتب نانو جرام لا هو ميلي جرام النانو جرام 611 بالنسبة لتستسترون عندنا الاس جي بي تي طبيعي والاس جي او تي والسكر 78 كويس وكمان الكرياتينين كويس واله بي اي اي سي اللي هو الجولوكوز او الهوموغلوبين السكاري اللي هو مؤشر السكر لمدة اخر 3 شهور وارفق المرفق بتاعه الصورة هي بينة اما بنحط المؤشر بتبني الصورة على طبيعي ممكن ترفق تحط المرفقات بتاعتك في الموقع مباشرة بتاعي او لو ما تعرفش بتحطها في اي موقع صور مجاني تروع على جوجل تبحث عن موقع صور مجاني اذا ما كنتش تعرف فيه موقع كتيرة جدا تحمل فيها الصورة بتاعتك بسهولة جدا جدا وبعدين بعد كده تحط اللينك او الرابط بتاع هذا الصورة في السؤال بتاعك نقدر نشوف المرفقات وبكده لما بنشوف المرفقات او التحاليل بنقدر نجاوب اجابة سليمة هو انا جاوبته والاجابة بتاعته هيت لكن انا حابت اعمل فيديو اركز على هذا الموضوع اخونا غير متزاود وبالتالي اجابته ليه قلت له ممكن بيحصل طبيعي في مثل حالتك وبنحكم فقط لما يكون معاك زوجة او شريكة جنسية دايما لان الانسان غير متزاوجه في سنه 48 سنة ممكن او يكون من الطبيعي انه ما يشعرش يشعر بدعف في الانتصاب وان الانتصاب بالليل عنده يكون مش منتظم وده في هذا السن بعض الانتصاب بتاع بالليل ده ما اللي هو والاستحلام بعض الناس بتقطع خالص وانتصاب بالليل ده بيبقى كده بالصدفة او هو ما ياخدش باله منه طيب انا قلت له ان في سنه ده ممكن يكون هذا شيء طبيعي ومعندوش مشكلة طيب ما بيحصل عنده انتصاب بالليل حتى لو ما كانش متكرر زي زمان زي ما كان صغير فهو شيء طبيعي واحد ما عندوش زوجة وفي عمره تقريباً 48 سنة او 50 سنة طب يعني يعمل ايه يعني ما عملش حاجة خالص لا فيه ممكن يعمل لتحسين هذا الواضع واحد يتبع اسلوب الحياة الصحي اللي احنا بنقول عليه اسلوب الحياة الصحي ده لو اتبعوا التزم به الثلاث بنود اللي هو الرياضة الصحيحة والنوم الصحيح والاكل الصحيح التلاتة دول لو اتبعهم خلال شهرين بالكتير ممكن التستسترون بتاعه كان كام كان 6 واحد من 10 ممكن يصعد الى 7 او 8 هو صحيح التستسترون بتاعه متوسط في الوسط يعني ما فوش مشكلة قوي لكن لو رفعوا شوية وده ممكن يحصل باسلوب الحياة الصحي فممكن تكون يلاحز عنده نشاط اكتر وفايدة احسن فادا الحل وبعدين نصحته بان هو يبعث لي هو بيقول لي بيمارس الرياضة وبياكل اكل الصحيح وتقول له ابعت لي النظام بتاعك لعل واسه يكون فيه شيء يعني نحب نزبطه له او نقول له بعض الارشدات لكن انا متأكد انه لو تتبع اسلوب حياة الصحي سليم خلال شهرين الوضع يبقى افضل من الوضع الحالي ولما يبقى معا زوجته او كده ممكن يكون الامور طبيعية جدا جدا فان شاء الله ما فوش مشكلة اي واحد منكم بقى يا اخوانا عايز يسأل عن امراض الزكورة اي حاجة تخص امراض الزكورة امراض الزكورة هي ايه هي الامراض اللي بتيجي للراجل وما بتيجيش للست عادة مرتبطة بالاعضاء التناسلية اللي موجودة عند الراجل وش موجودة عند الست اي واحد يحب يسأل في هذا الموضوع يروح على الموقع اللي هو drshartahilal.com ويحط السؤال تحت قسم امراض الزكورة وان شاء الله نجاوبه بالتفصيل واذا ما شفتو كده ممكن تحط اي معلومات او اي مرفقات انت عايزة يا اما تحطها مباشرة في الموقع بتاعي يا اما بتشوف موقع بتاع تحميل صور مجاني وتحمل الصور اللي عندك والمرفقات اللي عندك وتحطيلي اللينك او الرابط بتاعها في السؤال بتاعك ودي احنا ان شاء الله معاكم جواب على جميع الاسئلة على قد طبعا ما نقدر انا بحاول اجاوب على قد كل الاسئلة تقريبا الا السؤال اللي يفوت علي ماخدش بالي مني وربنا يديم علينا وعليكم الصحة ويكفينا جميعا شر المرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة